أعلنت وسائل آلام إسرائيلية أن المحادثات بشأن هدنة في قطاع غزة ستستأنف اليوم لتوصل إلى قرار وقف إطلاق نار في القطاع وتبادل للمحتجزين والأسرى وقالت صحيفة يديعوت أحرانوت الإسرائيلية أن نقطة الخلاف الرئيسية في مصارى التفاوض كانت قائمة بشأن صفقة تبادل المحتجزين وتمسك قادة حركة حماس بوقف كاف لكافة العملات الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية قبل الدخول في أي مفاوضات هذا وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل ستسلم الوسطاء اليوم مقترحها لصفقة تبادل المحتجزين ووقف القتال في قطاع غزة